موسيقى مشاهدين أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي زوم على كذا في عدد هذا الأسبوع سنسلط الضوء على سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء هذا السوق الذي يعرف نشاطا متزيدا خلال شهر رمضان وذلك نظرا لارتفاع الطلبية على الخضروات والفواكه والتي تستهلك بشكل ملحوظ لإعداد وجبات الإفطار والصحور خلال شهر الصيام المزيد عن هذا الموضوع في التقرير الموالي لنتابع حمسة التجار والمشترين ترتفع في سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء ويشهد هذا السوق نشاطا متزيدا خلال شهر رمضان الكريم الحركة تتزايد في السوق مع اقتراب مواعيد الإفطار حيث يتوافد التجار والزبائن لشراء المنتجات التازجة والموسمية بكمية كبيرة التجار يتنافسون على عرض أفضل الأسعار وأعلى جودة للسلع مما يجذب المزيد من الزبائن ويزيد من حيوية السوق سوق الجملة للخضر والفواكه في المدينة البيضاء يعتبر فرصة مهمة للتجار لتعزيز مبيعاتهم وتحقيق أرباح إضافية خلال هذا الشهر الفضيل ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم التجاري على مدار شهر رمضان مع استمرار الطلب الكبير على الفواكه والخضروات المتنوعة في هذا السوق الذي يعذ أكبر سوق بالمغرب بحيث يعرف رواجا يقدر بحوالي 50% من مجموع أسواق الجملة بالمملكة المغربية مشاهدين كما تابعنا في التقرير يعتبر سوق الجملة للخضر والفواكه من أهم المرافق الاقتصادية بمدينة الدار البيضاء ويتولى مهمة جد حيوية تتمثل في ضمان وتوفير الخضر والفواكه لسكان العاصمة الاقتصادية بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد أشكركم على طيب المتابعة ألقاكم الأسبوع المقبل مع موضوع جديد في زوم على كذا لكم مني أطيبة تحايا إلى اللقاء اشتركوا في القناة